هيا نقرأ السلام عليكم ومرحبا بمتتبعي قناة هيا نقرأ وحصة جديدة من المنيري في التربية الإسلامية للسنة الثالثة من التعليم الإبتدائي إذن لنبدأ على بركة الله والصفحات 24 و25 إذن لنبدأ بالصفحة 24 القسط أحافظ على سلامة جسمي أحافظ على سلامة جسمي الأهداف أن أتعرف الأخطار المهددة لسلامة جسمي أن أتعرف القواعد لضمان سلامة جسمي أن أميز السلوك الخطأ والصحيحة تجاه قواعد السلامة إذن الحصة الأولى أولا ألاحظ الصورتين ثم أناقشه إذن عندنا هنا صورتين لنناقشهما معا الصورة الأولى هنا كتب يوم عشراء هنا أطفال يرقدون ويعبون ببعض المفرقعات الخطيرة وهذا لعب غير لائق لأن هذه المفرقعات تؤدي إلى ضراربهم وإصابتهم ببعض الجروح الخطيرة هنا الطفل يجري متألما بسبب هذه المفرقعات الخطيرة إذن هذا لعب خطير بالنسبة للأطفال هنا يجري متألما بسبب هذه الجروح والتي سببتها هذه المفرقعات بالنسبة للصورة الثانية هنا بائع متجول هنا الطفل يحاول الشراء من عنده هنا طفلة تتوجع تمسك ببطنها وتتألم هنا أكل سريعة عند بائع متجول إذن من خلال هذه الصورة يتضح لنا أن هذه الطفلة أكلت أو اشترت أكلة سريعة من عند بائع متجول تسببت لها في الوجع ببطنها أو ربما في تسمم غذائي إذن هذا تصرف خطير لا يجب علينا أن نأكل المأكلات السريعة التي ستتجول في الشارع الآن ننتقل إلى الأسئلة بما كان الأطفال يلعبون أصفوا طريقة لعبهم وبينوا الضرر الذي لحق بسعيد إذن لنجيب عن هذه الأسئلة بالنسبة للسؤال الأول كان الأطفال يلعبون بالألعاب النارية والمفرقعات لأنها يوم عشرة والسؤال الثاني طريقة لعبهم غير لائقة حيث يركضون بسرعة ويفرقعون المفرقعات بالنسبة للإجابة عن السؤال الآخر لقد تعرض سعيد لإصابة بليغات وضرار خطير في عينه بسبب هذه الألعاب خطيرة بالنسبة للسؤالين المواليين لما أحست الطفلة بالوجع في بطنها ألاحظ أن الطفلة أصيبت بالتسمم الغذائي فما السبب في ذلك؟ ولإجابة عن هذين السؤالين أحست الطفلة بالوجع في بطنها لأنها تناولت أكلة سريعة من عند بائع متجول لم تعرف محتواها سؤال آخر الإجابة عنه الطفلة أصيبت بالتسمم الغذائي لأن الأكلة التي أكلتها قديمة أو بها مواد كيموية خطيرة ولم تعرف مكوناتها ثانيا أتعرف الحقوق وأميزها أتعرف الحقوق وأميزها قال الله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك من سورة الانفطار الآية سبعة في هذه الآية الكريمة بيان لعظمة الله في خلق الإنسان ما واجبي نحو رب الذي أحسن خلقي إذا الإجابة عن هذا السؤال واجبي نحو رب الذي أحسن خلقي هو الطاعة والحب والتقدير والعبادة والحفاظ على هذا الجسم الذي وهبني إياه وأحسن تعديله سؤال موالي أوضح دور تناول الغذاء الصحي والأكل النظيف للمحافظة على خلقي سليما إذا الإجابة عن هذا السؤال الغذاء الصحي والأكل النظيف يلعبان دورا هاما في الحفاظ على أجسامنا سليمة معافاة وغير مهددة بالتدهور والمرض السؤال الآخر أذكر شروط السلامة أثناء اللعب أو ممارسة الرياضة إذا للإجابة عن هذا السؤال من شروط السلامة أولا يجب عدم اللعب بالألعاب النارية والحادة وعدم التهور في اللعب ولا نبالغ في ممارسة الرياضة كممارسة بعض الرياضات الخطيرة دون تمارين أو تجربة السؤال الموالي أبين فوائد الصلاة على جسمي بالمواضبة على أدائها للإجابة عن هذا السؤال مواضبتنا على أداء الصلاة لها فوائد كثيرة كنظافة الجسم وطهارته وحسن الهندان ولها فائدة كبيرة جدا في تنشيط الدورة الدموية لأجسامنا يوميا ثالثا السنتجو من الحقوق المحافظة على سلامة جسمي من الأمراض والإصابة بسوء التغذية إذن يجب علينا الحفاظ على سلامة إجسامنا من الأمراض والإصابة بسوء التغذية وذلك بالنظام الغذائي وعدم الأكلات السريعة التي تتوجد بالأزيقة أو بالشوارع وكذلك بمداومة الرياضة رابعا أحدد موقفي وأختار ألاحظ الصورة ثم أبد موقفي مما فيها وأبين السبب إذن من خلال الصورة الأولى هذا الشخص يقوم بتنظيف أذنه بمفتاح ينظف أذنه بمفتاح وهذا سلوك غير لائق وغير صالح لصحته يعني تصرفون خطير لا يجب علينا تنظيف أذننا بمفتاح قد يؤدي إلى جروح خطيرة الصورة الثانية هنا هذا الطفل يأكل فاكهة قبل غسلها ربما سيصاب وتسموا منه يجب علينا أن نضافة في أكلنا يعني أن نغسل الأكل أو الفواكه ثم نأكلها الصورة الثالثة هذه الطفلة تلعب بأعواد التقاب وهذا خطير قد يسبب حروقا أو نارا تشتعل بهذا المكان وربما بيدها إذن تصرف خطير في هذه الصورة نلاحظ طفل هنا يتسلق الحائط والطفل هنا يتسلق الشجرة إذن كلاهما يتصرفان تصرفا خاطئا وخطيرا بالنسبة لأجسامهما إذن يجب عليهم عدم تسلق الحائط أو الشجرة حتى لا يسقطان ويتسببان في جروح خطيرة بأجسامهما الصورة الخامسة والأخيرة في هذا التمرين في هذه الصورة يتزلج خلف سيارة إذن هذان الطفلان يتزلجان خلف سيارة وهذا خطير وقد يسبب لهم هذا في حادثة سير خطيرة أو مميتة ربما مميتة إذن لا يجب عليهم القيام بهذا التصرف الخطير الآن ننتقل إلى الحصة الثانية إذن تمرين الحصة الثانية أولا أقوم تعلماتي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولنفسك عليك حقا أخرجه البخاري ألف أميز مما يلي بين العمل الذي أحفظ به سلامة جسمي والعمل الذي يضر به إذن عندنا هنا الرياضة استعمال فرشات غير لتنظيف أسناني تناول منتج الباع المتجولين أحترام إشارات المرو إذن إجابة عن السؤال ألف العمل الذي أحفظ به جسمي هناك الرياضة أحترام إشارات المرو أما العمل الذي يضر جسمي استعمال فرشات غير لتنظيف أسناني ثم تناول منتج الباع المتجولين با أختار حقا من الحقوق التي أحفظ بها سلامة جسمي وأوضح أهميته وأقنع زملائي بالتزام تطبيقه لذلك الإجابة عنها السؤال من الحقوق المحافظة على سلامة جسمي من الأمراض والإصابة بسوء تغذية لهذا أصدقائي علينا بالرياضة لأنها مفيدة للصحة وللعقل كما يقل الجسم السليم في العقل السليم وكذلك نتأكد من صلاحية الأغذية والله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه العزيز من سورة البقرة الآية 164 ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلك لهذا يجب علينا الحفاظ على سلامة إجسامنا من الأخطار المهددة له إذن ثانيا أدافع عن الحقوق وأبادر إذن عندنا هنا حماية الصحة حماية لكرامة الإنسان وبالفعل فحماية صحتنا هي حماية لكرامتنا نحضر منتجات غذائية ونطلب من الأستاذ سوضيح كيفية معرفة مدة صلاحية استهلاكها نسأل طبيبة الحي عن الإسعافات الأولية للحد من مضاعفات التسمم الغذائي ننجز ملسقين بالرسوم والعبارات يوضح أحدها التعريف بالأغذية الصحية والآخر يحدّر من الألعاب الخطيرة إذن هذه أنشطة نقوم بها مجموعات داخل القسم أو داخل المدرسة ثالثا أردد وأحفظ اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري إذن لنردد يوميا ونطلب الله وندعو اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لأن هذه نعم من نعم الله الذي أكرمنا بها يجب علينا أن نشكره عليها ونحافظ عليها إذن إلى هنا ننهي هذه الحصة وإلى حصة المقبلة بحول الله والسلام عليكم